تعال نتكلم أو نبتدي كلامنا بيه اللي كان خاصل في الفترة الأخيرة وبمجابه حضرتك أكيد عندك قناعة معينة أو رؤية معينة إن الموسم الجديد ما ينفعش يبتدي غير ونقاط بعينها نقاط معينة يحصل فيها تغيير جزري إيه النقاط دي؟ بص يا كريم أولاً لازم بعد نهاية الموسم لازم اللعبة تاخد راح ده مهم جداً جداً في الرياضة وفي كرة القدم بالزن مش معقول النادي الأهلي بقاله دلوقتي حوالي 3-4 سنين متلاحم المواسم كلها وراء بعض ده صعب جداً وده بيهلك في اللعيب ده مش كويس للنادي الأهلي ومش كويس لمنتخب مصر أدي أول حاجة فلازم أول حاجة أول نقطة اللعبة تاخد راحة كويسة جداً والحمد لله يعني القرار اللي خده مجلس دارة النادي الأهلي بقالة الكابتن محمود الخطيب إن يعتمد على الشباب والناشئين يلعبوا بيت الدوري اللي فاضل يعني ويريح اللعيبة تكبرت شوية ده شيء رائع جداً وشيء جميل وإحنا يعني يعني خطوة مؤجأة كانت يعني ممكن نعملها قبل كده عشان نبقى جاهدين كسكواب كامل بس كويس لنا تمت تمت والحمد لله وبرضو النادي الأهلي يعرف اللعيبة الناشئين دي والشباب يوقفوا وقفين لغات فين يقدروا يكملوا وما يكملوش ده شيء رائع وشيء جميل يعني فيها كل فوائد كتير جداً المكان الوقت اللي إحنا خدناه ده فيه فوائد كتير جداً للنادي الأهلي واللعبة الكبار اللي رياحت وكل ده شيء رائع بس أنا ممكن أسأل سؤال يعني كابتن إيهاب هل أنا لجأت للناشئين أو ده في العموم مش النادي الأهلي هل أنا كمدير فني بلجأ للناشئين لما بيكون عندي دكة الاحتياطي مش إناف أو مش كافية وهل إحنا فعلاً كنا كده لا هي الموضوع مش كده النادي الأهلي عنده زخيرة جداً من اللعبة كويسة جداً دكة كويسة جداً لأنه طبعاً النادي الأهلي بيلعب في بطلات كثير وفي روتيشن دايماً بيتم طبعاً اللي حاصل إنه لما الدور يبتدى يعني النادي الأهلي بعيد عنه شوية ابتدى يعتمد عن الناشئين وده شيء رائع وشيء جميل وأنا شافت ده شيء صحي جداً بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للشباب اللي موجودة الشيء الثاني إن أنا لازم أشوف اللعبة دي وصلت غاد فين برضو أنا عندي قطاع ناشئين ضخمة عندي قطاع ناشئين قوي جداً فلازم أشوف اللعبة دي مش هالغاد فين ووقفة فين هو قطاع بروميسنج يعني هو خرج لي قبل كده كتير جداً وهما اللي دلوقتي على الساحة القروية في مصر كلها زي حسام غالي مثلاً عوض برسدارة النادي الأهلي طالع من الناشئين الشناوي ترزيجي لما كان موجود شايف الناشئين الجدد بنفس ثقل الأسماء اللي حددك ذكرتها دي بص حددك طبعاً محتاجين وقت طبيعة الحال لا أنا أتكلم كلعبة واعدة يوصلوا للأسماء اللي حددها بس طبعاً الظروف هي اللي بتخدم الوقت أو اللعبة دي بالذات يعني مثلاً هما لعبوا كلهم مع بعض زي ما إحنا ما كنا بنتلع مع الدرغة الأولى كون بنتلع مع الكبار يعني أنا أخد فرصة مع الكبير فلازم أشوف اللعبة دي كلها اللي هيصلح منهم أو اللعبة اللي هي النادي الأهلي شاف أنه هو ده متوسم فيه خير لازم يلعب مع اللعبة الكبار ده الفايصل اللي هيخليه يكمل أو ما يكملش أكثر اللعبة حددك شخصياً توسبت أنا زياد طرق لعب كويس جداً محمد شريف كويس جداً شبير مصطفى شبير ماشي كويس جداً يعني أنا شايف فيه لعبة كتير جداً كويسة قوي خلت فرصة ولو هتاخد فرصة أكثر هتبقى كويسة بس تتاخد مع اللعبة الكبار يعني يخش واحدة واحدة كده مع اللعبة الكبار هياخدوا فرصة هيبقى كويسين جداً لأن ده العامل الرئيسي إنه هو مسلاً كلهم ناشئين مع بعض برضو ما تبينش إذا كنت تفرق أو ما تقفرقش إنه لازم يكون فيه دمج مع اللعبة الكبار وده حيبان بقى إذا كان اللعب ده يكمل كلهم أكبر أكبر ترجمة نانسي قنقر